في البداية لا تنسوا الشركة بالقناة ليس لكم كل جديدها قناة جديدة تتأثم بكل ما يتعلق بالقصة والطفل المغربي سنتضرق اليوم الى قصة تحت عنوان البئر الخفي في يوم من خرج مسعود كعادته الى الحقل رفقة ابيه كان عندها فصل الخريف خرجا لجني الثمار من الحقول وعندما وصلوا وجدوا كل الناس القرية مجتمعين ويجنون محاصيلهم وبينما يقطفون الثمار جاء رجل يصيح بصوت عالي انقذوا ابني لقد سقط في البئر المسكون فزعى كل الناس القرية ورفضوا كلهم مساعدة الابن الا مسعود حيث قال اهدأ لا تقلق ساذب معك الى البئر لانقاذ ابنك انت لقى نحو البئر المخيف نظر مسعود الى البئر فلم يرى احدا فهو جاف وخال تماما قال للرجل انت متأكد ان ابنك سقط في البئر اجاب الرجل والدموع تعلم وحياه نعم نعم لقد رأيته ولم استطع الامساك به ودون خوف اوفزه قال مسعود احضر لي حبلا سانزل للبئر للبحث عن ابنك احضر له حبلا وبينما هو ينزل سمع صوتا مخيفا يقول عد ادراجك لانترجع حيا من هنا فزعى من الصوت المخيف لكنه اصر على انقاذ الطفل وقال للرجل اسقط الحبل اكثر وعند وصوله ظهرت له مغارة داخل البئر وانطلق اليها بكل شجعة وعند اكمال طريق المغارة ظهر له شيطان كبير الحجم محمر اللون له انياب كبيرة بشع المنظر ويحمل في يده الطفل الصغير خاف مسعود من صوت الشيطان المزعج وججع وقال له هيا دعي الطفل وشأنه اجاب الشيطان كلا لن افعل لقد حضرتك من قبل بان لا تدخل الى هنا ساقتلك الان وفجأة انتذكر مسعود مقولة لاحد الشيوخ ان الشيطان ينهار عند سماعه القرآن فبدأ مسعود يتلو اياته من القرآن الكريم وانهار الشيطان بعد ذلك وسقط ارضا اصدع مسعود الى الطفل وحمله وخرجاه من البئر وعاده الى ابيه بخير وسلام وشكره الاب على تضحيته وأصبح مسعود قدوة للسكون القرية وكسب احترام من كل الناس القرية وفي الاخير اتمنى ان تكون قدراتكم القصة لا تبخلوا علينا بالاشتراك اشتركوا في القناة